السلام عليكم ورحمة الله النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو انك ازاي انك تقدر تتجنب عمليات النصب عليك وانت بتشتري جهاز كمبيوتر جديد يعني مثلا ممكن بقى يبيع لك جهاز كمبيوتر وقولك عليه ده بروسسور بتاعه كور اي سيفن او كور اي فايف لكن هو في الاصل او الحقيقة ممكن ما يكونش الجهاز غير كورت ديو او دور كور او كورايس ري اي بروسسور مبروسسورات القديمة دي ازاي بيتم الخدعة بيتم الخدعة ان هو بيقدر يكتب على لفررج بحيس انه يوهم المشتري ان الجهاز ده امكاناته عالية شوية كمسال مسلا ده جهازي لو قدام حضراتكم ده لو جيت دوست الكليك يمين واختارت سيستم بلاحظين هدرككم ان الجهاز قاري عندي البروسسور انتل كور اي سيفن طبعا هو الجهاز بتاع دول كور يعني تحت السيفن بكزا جيل ازاي انا اقدر تعمل الخدعة دي او ازاي الخدعة دي بتتم بتتم عن طريق التالي اه باجي في الكيبورد وبدوس على علامة الماوس وبدوس على الار وبكتب ريج ايديت عشان خش في بختار يس وبختار من فوق بخش في اتش كي لوكال ماشين وبخش في اه الهاردوير ثم بخش في الديسكريبشن ثم السيستيم ثم كارنت بروسيسور ثم بختار مجلد او الفولد لات زيرو وبروح من اليمين نجوز اسمه بروسيسور نيم سترينج وبادوس دابل كليك شمال وبكتب هنا اسم اي شي انا عايزه انا هنا مثلا كاتب كور اي سيفن ممكن اكتب كور اي فايف كور اي سري كور اي واضلل اللي انا ببقى له الشيء ان الجهاز ده امكاناته على وجود اس اوكي فبيطلع لي بعد كده المواصفات في زي ما انا وردت لحضراتكم طب ازاي برضو احنا نقدر نتغلب وازاي ما يتمش علينا عملات النصب دي اه ان احنا لازم نستخدم برنامج اه يكشف لنا الامكانات الفعالية للهاردوير اه وافضل برنامج لكده هو برنامج زد سي بيو بشغل زد سي بيو اه برنامج ده بيارض كل امكانات الهاردوير الحقيقية وهيبتدي هنا يعرض لكل الامكانيات بتاعة الجهاز اه بشكل حقيقي انا مسلا هو هنا قال لي فقال لي جهازك ده امكان اه بروسيسور بتاعه انتل اه بانتيوم اه دول كور تلاتة جي جي هيرتس وهيبتدي اعرض لي الرامات الفعالية ومن نوعات ال الجي وكل مواصفات الجهاز طبعا البرنامج ده ده لا غنى عنه عشان تقدر تكشفه اه اي تزييف بيتقال لكم اه من اي بياع بتحاول تشتري منه جهاز جديد اتمنى اني اكون افدتكم اخوكم احمد البان